شوفنا في الفيديو اللي فات حل مشكلة الواتساب أصلا لما يجي لك الرسالة لقد تم تسجيل خروجك بسبب استخدام تطبيق غير رسمي اللي هو من النسخ المعدلة يعني لما يجي لك في النسخ المعدلة تم تسجيل خروجك بسبب استخدام تطبيق غير رسمي يرجى تنزيل التطبيق واتساب الرسمي وتأكيد حسابك لتسجيل الدخول مجددا حلناها في الفيديو الأخير طيب فيديو النهاردة إحنا إزاي هنشغل النسخة المعدلة تاني يعني النسخة المعدلة هنشغلها تاني إزاي دي معنا النسخة العادية تمام ودي النسخة المعدلة هندغط على النسخة العادية غير عادي جدا كل اللي هنحتاجه تليفون تاني لمدة لحظة يعني أقل من نص ثانية تليفون واحد صاحبك تليفون واحد ماشي في الشرق أي حاجة هندغط معنا مع بعض هنا على الثلاث نقط الثلاث نقط ههو بيفتح لقائمة دي بروح على كلمة الأجهزة المرتبطة ده خلاص بعد ما فتحناه الحساب باستخدام تطبيق واتساب الرسمي على تليفونك اللي هو زي ما هو لو كان تم لك حظر أو لسه بتجيلك الرسالة الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنحله تمام بس هو الحل دلوقت احنا حلناها المرة اللي فاتت او الفيديو اللي قبل ده لو شغلته بالطريقة اللي احنا عملناها بالضبط يعني ما عندكش أصلا حظر ولكن هي النسخة المعدلة وقفت النسخة المعدلة وقفت معاك بس هي دي كل الحكاية تمام؟ وشغلناها وخلاص انت ما عندكش حظر ولا حاجة لو عندك حظر هتستنى الفيديو اللي بعد اللي هو اللي جاي إن شاء الله عشان بس ما تطولش معانا انت الخطوات تمام؟ وخلاص هندخل هنا على ربط جهاز اهو وهنعمل الغاء الحظر او الغاء البصمة ببصمة الايد هقول له هنا موافق عشان يجيب لي يفتح لي الكاميرا اللي ربط ده بقول لي متابعة عشان تيستخدم الايه اه انا بعمل بس الكاميرا والحاجات دي مرة واحدة تمام؟ دي الكاميرا معانا هي اوكي هسيب الايه الواتس ده زي ما هو كده اهو وهروح للنسخة المعدلة النسخة المعدلة واحدة واحدة كده وبالراحة هدخل على النسخة المعدلة هقول له هنا سماح ماشي سماح باللغة العربية هقول له اللي بعده التالي تمام؟ هقول له بعد كده الموافقة والمتابعة ماشي هقول له هنا بدل ركب ركب الهاتف والخطوة دي هضغط على الثلاث نقط فوق وهقول له ربط كجهاز مصاحب هضغط عليه هايقول لي فتح هايجيب لي الشكل ده كل اللي انا محتاجه بقى دلوقت في اللحظة دي تليفون تاني يعمل به ايه اصور به الكود ده تمام؟ ادى تليفون تاني معايا وصورت به الكود لحظة كده عشان نصوره بس كويس تمام؟ خدنا الصورة معانا في التليفون التاني كل اللي انا هعمله دلوقت هروح على التطبيق الاولاني او التطبيق الرسمي تمام؟ وهقول له موافق هنا زي ما كنا موجودين والربط جهاز هقول له متابعة هذه المرة برضو اهو معلش تمام؟ وهروح على الكود اللي انا صورته على التليفون التاني معلش عشان فيه اضاءة بس اهو هو بيقول لي كده جاري تسجيل الدخول ممكن اسيبه واروح على النسخة التانية اهو هلاقي هنا بيحمل دردشاتي تمام؟ هل تريد السماح؟ ده هنا بقى نعمل ايه؟ هنعمل سماح بالاشعارات ، انه قد دقائ représentرة في الحساب ده اللي هو النسخة المعدلة ده نسخة بس المعدلة او ده خطوات النسخة المعدلة هي فاتحت معي اهو تمام؟ واضغط وتضغط علىعد اعلامة الجنسات وهقول له رفض التنبيهات يعني الاشعارات بتاعته تتقفل او بدل ما هي كهية بتبقى مفتوحة غنية مثلا انا بقفلها تمام؟ يبقى الاشعارات الواطس الاساسي ده انا خلاص ما عادش ليه دعوه بيه ولا بفتحه ولا وبشتغل عليه خالص تمام؟ وهشتغل على ايه؟ على النسخة التانية دي وخلاص بس مش اكتر من كده ليه النسخة اللي فتحت معي اللي هي المعدلة بس بس ده كده النسخة المعدلة معي مفتوحة والاضافات بتاعتها شغلة وما فيش بعد كده نشغلها زي ما هي انت عايزيها اوكي ده كل الموضوع الموضوع بسيط جدا ان شاء الله هننتظر الفيديو اللي جاي بقى لو انت عندك حظرة اصلا على نفس التليفون ما شغلش معاك الواتساب الرسمي لو ما شغلوش معاك على تليفونك ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنقول لها الحل بتاعه اي سؤال سيبه في التعليقات تحت امر الجميع السلام والله عليكم ورحمته وبركاته